أكتر المسلسلات اللي تشافت في مصر كانت إيه؟ أو تشاف طبيعة الحال مصر عن المنطقة العربية على طول كانت إيه في 23؟ يعني أنا من وجهة نظري أن جعفر العمدة عمل مساحة كبيرة جدا من الانتشار والمساحة دي كمان تخطط الأزواء المعتادة يعني عادة أنت بتعمل المسلسل المسلسل ده بيقى موجه لشريحة معينة له طبيعة خاصة بنحط العناصر معينة دي علشان هو رايح للشريحة دي هو تخطط ده أنه هو راح لأكتر من شريحة ليه؟ ليه بقى؟ لأنه هو في البناء بتاعه كمسلسل محمد سامي كمخرج حط مجموعة من العوامل خليته يعدي المساحات دي يعني ممكن البعض يخبو على أنه هو مسلسل ساخر كل شيء بالبروكة بتاع المحمد رمضان والشنب الغريب وطريقته في الكلام والتعامل بالزبط أنا شفت مسلسل كوميدي ساخر من نفسه ولا قصة ولا أكشن نسيبك من مشاهد الأكشن اللي فيه أنا خدته مسلسل كان بيموتني ده حتى وأنا خلال أنت بتحكي وبالنسبة لي رمضان اكتشاف ككوميديا بالزبط لا بسيك نعمل قبل كده بصراحة يعني لا السنة دي بص أخر ديك في مصر اللطيف لطيف واحد صعيدي أعتقدكم واحد صعيدي مش قوي ما عاجبنيش قوي لكن جعفر العمدة لأ رمضان صاحب قفل لأن محمد سامي هنا كان مركز حتى في المكياج والملابس والبروكشن ديزاين فده جهد الجهد ده طالما أنت بذلت جهد على عمل فني الجهد ده بيترد فيه ناس تانية شافت أن ده بطل شحبي وده امتداد لمنظومة معينة من القيم البعض الآخر حب فكرة الجواز من أربعة وفكرة الصراعات ما بين الستات لأن دي مساحة البعض برضو بيحبها في جزء من الجمهور بيتفرج عليها تركي ومكسيكي ومصري وعرم وصحة كوميديا اجتماعية برضو يعني العلاقة ما بين الزوجات كوميديا اجتماعية مذهلة فده مساحة من المساحات اللي نقدر نقول أن هي كانت مختلفة جدا في رمضان ويمكن قدرت أن هي ولا صدقي طبعا صف صف لا لا أنت ستكلم على ممثلة عظيمة صف صف ومية كساب قتل علا يعرفين الرحمة لا لا وإيمان العاصي يعني إيمان العاصي برضو لا أنا بأخذ في الضحك فعلا أي حاجة هلا صدقي مية كساب محمد رمضان أنا بموت لا لا وفحامد فهيم وفهيم حركة الرجل عن الرقم مش ممكن فالفكرة هنا كمان إيمان العاصي عملت مساحة مختلفة جدا عملت دور مختلفة تماما عن اللي هي متعودة أن هي تقدمه يعني نمر واحد جعفر في رمضان من رجل نظري في الأف سيزنز بقى أنت عندك اتنين أف سيزنز في 23 فيه في أول 23 كنت أنت بتاخد باقي السيزن بتاع 22 ده كان فيه مثلا نقدر نقول وبيننا معاد كان دراما لطيفة جدا طبعا هو الموسم كان بادئ مع مسلسل خالد الساوي أعمل إيه وبعدين إيجار قديم بعدين دخلنا في السنة الجديدة في وبيننا معاد وبعدين البوم الكبير جدا بلتو يعني أنا شايف أن بلتو قفل سيزن خريف وشتة 22 23 كان نهاية لطيفة جدا هو والأصلي طبعا بس يعني بلتو أكتر لأن بسلسل شبابي كان فيه مغامرة من المتحدة ووتشت أنه هم يروحوا لعام الرواقي يروحوا لبطل شاب اللي هو هسام عمر يعني فكرة هنا كانت يعني مساحتها فيها مخطرة وفيها مغامرة قدرنا ان احنا نحقق نجاح كبير جدا بعد كده دخلنا في رمضان فالوف سيزون بقى التاني بعد رمضان لما بدأنا كان فيه اكتر من مسلسل مميز يمكن اقول اكتر واحد فيهم صوت وصورة حنان مطوع طبعا وده طبعا كان يعني مسلسل كان فيه بالتوازي بيتعرض معه مسلسل ورق التوت وانا شايف ان ورق التوت مسلسل يعني يمكن يكون بيلعبها وفقا للكتاب ما غيرش كتير قوي انت جبت نقطة معينة جمعت فيها مجموعة من الابطال ومجموعة الابطال دول كل واحد فيهم انت بتشوف حياته عاملة ازاي المميز في المسلسل ده انه احنا رحنا لتفاعلات نفسية مع طبقات مختلفة فابتدوا هم يتفاعلوا مع بعض كاصدقاء في المعهد ويتفاعلوا مع اهليهم فانا شفت مساحة متنوعة جدا من المشاكل الاجتماعية مع كاصد يعني انا شايف انه هو مختارينه بعناية شديدة جدا والناس كانوا مهتمين بالتعصيد انا عجب لي جدا مسألة التنوع والطبقي في الدرامة المصرية بالضبط كان فيه فترة كده غريبة جدا كل المسلسلات في بيوت يا نفس الفيلا في المصرية حلوة لدرجة ان نفسك تجزع ايه بصفت ايه الحلاوة دي يا فيلا المصرية معروفة ايه بالضبط ما تعرفش حاجة غريبة جدا فيلا الازاز كريستال كده والعربية بتخش جوه البيت محمد سامي اللي هو اللي عمل بدأ ده ماشي يعني بس كانت كله كده يعني طب محمد سامي كان ترندساتر كل جاي ورا سامي وهكذا وبعدين شوية تاني قالك لا ايه بقى ايه مسلسلات البلطجية والمشعافي يا عم مصر غمى ايه يا كده يا كده شيء غريب طب هنا فيه بس حاجة أخيرة طبقا متوسطة ايه اقولك عليها محمد سليمان عب مالك في السيزون الاخراني ده عامل مسلسلين مختلفين تماما جدا عن بعض والاتنين برضه انا شايف انه هم يعني وصلوا للزروة لوصوت وصورة من ناحية صحيح وده برضه رايحلي عند الطبقة المتوسطة من المرحلة الدنيا للمرحلة العليا في بداية الطبقة الى اعلاها الى اعلاها عند بالضبط بشكل عام والناحية التانية زنهم يعني زنهم لسه خلصان وده مسلسل لايت خفيف وشايف برضه انه هو مخاطرة ورايح لمنطقة برضه لطيفة جدا فانا شايف ان السنة كلها كان فيها مسلسلات كتير جيدة وان دي مساحة كبيرة جدا في التنوع في طственный وان دي مساحة